بملابس اعتيادية أو حتى أزياء غير اعتيادية تجمع أكثر من ثلاثين ألفا من محبي ركوب الدراجات الهوائية بوسط العاصمة الروسية موسكو للمشاركة في فعالية لركوب جماعي للدراجات في شوارع المدينة الفعالية التي أطلق عليها منظموها اسم مهرجان ركوب الدراجات تهدف للترويج لركوب الدراجات الهوائية داخل المدينة وشهدت إقبالا من مختلف الأعمار من الكبار والصغار بل وحتى ذوي الاحتياجات الخاصة واستعرض العديد من المشاركين مهاراتهم في قيادة الدراجات أو حتى استخدام أحذية التزلج البتناج في حين تبادل آخرون أطراف الحديث وهم على ظهور دراجاتهم ناتاليا إحدى المشاركات التقص جيد والمعنويات مرتفعة إذا قررنا تحسين الحالة المزاجية للجميع بمن فيهم أنفسنا وتظهر إحصاءات رسمية روسية أن هناك ما يربو على ثلاثة ملايين دراجة هوائية في موسكو مع أن أول مسار للدراجات لم يظهر في شوارع المدينة سوى في عام 2011 ويلجأ الكثير من سكان موسكو إلى الدراجات في تنقلاتهم لأسباب عدة إلا أنها بالنسبة لكثيرين تعد مهربا من حركة المرور الخانقة التي تشتهر بها شوارع العاصمة الروسية اشتركوا في القناة